السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعة عشر كانون الثاني يناير القمر اليوم موجود في برج القوس الآن موعد بث الحلقة في القوس ساعة الفجر رح ينتقل لبرج الجدي يعني أغلب توقعاتنا اليوم رح تكون عن برج الجدي وبالانتقار رح يكون الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة فجرا من فجر الأربعة احنا الآن في فترة خلوم مسار بعدها القمر بنتقل للجدي بعدها رح يظل موجود بالجدي لغاية الساعة ثلاثة ودقيقة من صباح يوم الجمعة اتناش واحد لا ينتقل لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة من فجر الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص والحرية القمر طبعا في فترة خلو مسار اذا بنحسب ان احنا من بث الحلقة يوم الثلاثاء خلو المسار بدأ الساعة ستة واربع وشرين دقيقة مساء ورح يستمر لغاية الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة من فجر يوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها للجدي هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح يعني للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة فجرا بتوقيت جرينتش القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج الجدي فمنصبح في هاي الفترة أكثر عقلانية منحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا مندرك أنه الأمور مش سهلة بالنسبة لنا وبعض ما ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر ولا نعتمد على الحظ يمكننا بدأ عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا مجموعة من الزوايا المهمة اليوم ما يعني بدها تركيز شوي أول زاوية هي زاوية بطيئة زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين الشمس وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 12 و7 دقائق بعد منتصف هاي الليلة طبعا اللي هي بنفس فترة خلوه المسار الزاوية هاي ذروتها هيك يعني لها سبع أيام ولسه ضيل لها سبع أيام وهي بتأثر علينا بتعزز قدراتنا الإدارية بتطفي جاذبية على شخصيتنا كما أنها بتعزز قوة الحدث لدينا وابتمنحنا الإبتكار والمواهب والاختراع والإنجذاب لكل ما هو جديد ومنعيش علاقات جيدة مع الأصدقاء ونجاح غير متوقع النجاح ممكن يكون عن طريق العلم أو ممكن يعني هيك يصير في نوع من أنواع التغييرات المفيدة اللي بتخرجنا من رتابة الروتين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المريخ وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 2.39 دقيقة صباحا بذوقيت جرينج نكتسب الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا وبتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازف والسرعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 8.28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسب للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 8.45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وتدفعنا لأقصى الحدود السلبي وبتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التحوي المضر جدا للصحة خصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 11 و14 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني عمل إنساني مثلا وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعاً عنا الرقبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام الأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن طبعاً هاي الأعضاء ما بجوز عمل عملية جراحية كبرى لإلها ولكن مراجعة الطبيب يعني زي الأسنان شيء العصب أو حفر أشياء علاجية بسيطة ما في أي مشكلة ولكن كجراحة كبيرة ما بنصح فيها نهائياً باقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشكلة للعمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة ما بنصح فيها كثير لأنه في زاوية مع المريخ شوي بتعمل نوع من أنواع التهور أي يصلح لزلت الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن الصبغ برضو ما بنصح فيها الكيميكل ولا الحنة ممكن ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر موجود بالجدي استقر تماماً ورح يظل موجود بالجدي لغاية يوم الجمعة 12-1 خلو المسار القادم بيبدأ الساعة 2-23 دقيقة من صباح يوم الجمعة وبيستمر لغاية الساعة 3-3 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيش لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر 28 يوم في تمام الساعة 3-45 دقيقة صباحاً بصغير 29 يوم نسبة الإضاءة 1% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد الآن بنسبة 60% ساعات المساء سعيد بنسبة 100% القمر في القوس بدو ينتقل للجدي ورحيظ الموجود بالجدي لليوم 12-1 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 60% ساعات الظهر سعيد بنسبة 15% ساعات المساء سعيد بنسبة 30% عطارد في القوس حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 50% الزهرة في القوس حتى يوم 23-1 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنه اليوم ما بينفعك العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول أنك تبرر عملك وحاول أنك تظهر مهاراتك بتكون الظروف شوي معقدة وصعبة وإنت طباعك وأفكارك مشتتة وعصب نتيجة الغضب أو الاضطراب فعشان هيك عليك ضبط العصاب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وبتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أهم شيء أنه ما تجعل أي شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحصر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فترة مناسبة للسفر ولو ورشات العمل برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية لا تتشبث بمواقفك المتصلبة طبعا حاول أنك تكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء شراكات العمل أو العاطفة أو علاقاتكم مع الأزواج ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون متوترة فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وما ترتجل هاي الأجواء شوي ضغطة نسبيا والمسؤوليات فيها كبيرة فعشان هيك هدئ من روعك وما تنفعل بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم مع هيك حاولوا انكوا تكونوا جاهزين لأنه اليوم عندكوا قدرة على إنجاز قسم كبير من هاي الأعمال لا تهملوا صحتكم فترة عمل جيدة حاول انك تكون أكثر انضباطا وتنظيما ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وبعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وبرضو ممكن يكون عند البعض عمل جديد برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للنشاط الفني هاي الفترة يعني بتحمل أجواء سحرية بالنسبة لإلك ومفاجآت سعيدة بتكون بتنتظرك أو فيه هيك يعني بتكون نظرتك للحياة متفاعلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب الأمور فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية ووسعكم مدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم شوي ممكن تبدو مضطرب أو مرهف الحس بعض الشيء بتشعر بالارتباك أو ممكن تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كلياً ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة أعمالك وانشغالات منزلية اليوم هي التركيز عليها بالنسبة لموليد برج العقرب بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا اجتياز امتحان أو جراء مقابلة بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جيدة تبرر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشط بالتنقلات والاتصالات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً اليوم بيعمل لكم أو بيعطي فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما الكواكب بتدعمك أو بتعمل لصالحك وتسهل عليك كثير من الأمور لا تسمح لأي شخص بأنه يغشك كون حريص على مالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً اليوم تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود ووسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا إنكوا تبحثوا عن أي شيء جديد أو أي شيء مميز عشان يتغيروا الجو شوي بتعيشوا فترة واحدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر من أسرع وأفضل فترات الشهر حاول إنك تدخل التنويه على حياتك الشخصية وإطلع من الروتين لأنه اليوم فيه انفراج وفيه تسوية بالنسبة لموليد برج الدلو بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وحاولوا إنكوا تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماماً من كل خبر وحسم حاولوا إنهاء الشهر بسلام ممكن تواجه بعض الضغوط والعرقيل أو امتحانات صعبة وممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر ما في داعي للتسرع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجحوا في حج التأييد أو دعم لقضيتكم ابتتحمس للقاء الناس وللتعارف وللقاءات الاجتماعية ممكن تسافر أو بعض موليد برج الحوت يسافروا أو ينضموا لجمعية أو يهتموا لشؤون أقارب الشريك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء